السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعض الخمول في الطيور تلقى حركته ثقيلة فنحن تماما نوقع بمشاكل مرضية ونخسر القطيع كامل فنحن نحط له وقائي علاج وقائي حتى المريض المريض منه يتعافى فاخواني سعنا الخلطة هذه عبارة عن الثوم خلطة منزلية من المنزل الموجودة عندنا ثوم بصل ونعين شراب أطفال نصيد البشر أكيد ما في أحد ما عنده شراب شراب بالبيت شراب أطفال كأنه التهاب أو شراب سخونة اخواني هاي نخلطها على على مراحل مرحلتين ان شاء الله راح ندمج البصل والثوم ندق بهذه الهاون اسمه احنا عندنا راح نخلطه نسوية ان شاء الله ونقدمه للمدجنة كاملة نحطه للصيصان وللدجاج كامل وان شاء الله الخلطة هذه مضمونة 100% ان شاء الله ان حتى اذا كان اي مرض موجود بالطيور مباشرة طيورك راح ايش راح تصحصح على هذا راح تتعافع على هذا الخلطة ان شاء الله انا مجربها ان شاء الله وهي قدامكم ان شاء الله ساعة نقدمها للدجاج ان شاء الله طبعا في التصبح لقيت ايش لقيت بعض طيور هيك حركتها ثقيلة فشعرت ان فيها المرض فاني بدي احمي قطيعي او مدجنتي من الامراض طبعا على مستوى المربين يكون عنده 50 او 40 او هذا العلاج ما يكلفك واحنا نعرف كل الهاتف انه تروح الصيدلية البيطرية علاج غالي جدا يعني ما يكلفك لا بالدولار فاحنا يا شباب هاي الخلطة لازم ان تكون بين فترة حتى اذا دجاجك ما بي اي اشي تمام تقدمنا دجاجك او الدجاج اللي عندك او المدجن اللي عندك بحيث انه ما يصيب المرض اسأل الله انه يرزق الجميع ان شاء الله الله يحفظكم اخواني طبعا شباب هاي ما بعد ما يش بعد ما دمجنا البصل والثوم هنا تمام شباب نضيف الشراب التياب وشراب السخونة طبعا ندمجه ان شاء الله نضيف الى المي نضيف مع الماء طبعا نسع نعبي المشربية ان شاء الله مشربية الدجاج قدموا للدجاج ان شاء الله حياكم الله متابعينا هاي قدمنا الخلطة العلاج للدجاج حياكم الله متابعينا اخواني اشتركوا محتاجين دعمكم ونفيدكم معنا الله يباركيكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس جزاكم الله خير اشتركوا في القناة